سيسجل التاريخ لكم أو عليكم نحن ننصحنا ونصحنا لوجه الله ومن أجل البلاد ونتم ضبر رأسكم النتائج رأيها من صنع أيديكم إذا حبيتوا على جل بشتغيروا المعادلة غيروها من خلال الحسابات واحد زايد واحد تسوي اثنين ربعة زايد ربعة زايد ثنين تسوي عشرة إذا كان انت غيرت المعادلة رايح توصل للنتيجة مختلفة إذا كان انت بقيت تمشي في نفس السياسة النتيجة واحدة هذا الإنسان اللي راه وقاطع 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 وش رح يلقى رح يغير النظام بالمقاطعة انت عبو ما راه وش رح يغير المقاطعة في وقت سابق قال مثلا في وقت انت عبوش في اللقاء قال انت مثلا راك ضعف فيه ولا راك توسي فيه الآن راك في ظل هذا الحراك فرصة من أجل على جل بش الناس تضرب الخناق على هذه العصابات إذا كان انت انسحبت وخليتهم المجال ثم راهم يلعبوا في اللعبة راهم يلعبوا في اللعبة راهم نظرك عندهم ذلك هما أحزاب رايحين فيما بعد يعودوا يتحلفوا ورايحين يزدوا يمشيوا بالجزائر مرحلة من الزمن ورايحين نفوتوا خمس سنوات على الجزائر والله أعلم بالمستقبل كيف شره وراح يكون هكذا تشوف غل فترة برك في فترة من الفترات كيفش كانت الناس تتكلم كيفش كانت الناس تعبر كيفش الآن عبداء يعود يرجع الخوف لماذا شكن الناس اللي خدموا هذا الناس لما كنا نقولوكم خواه خواه يلا أرواحوا الناس تتلقى يلا ادفعوا إلى الأمام عاونوا الخيرين عاونوا الناس اللي راهم يحبين يخدموا البلاد مهدوا الطريق للناس اللي راهم نركهما رايحين فيما بعد هم في الوقت المناسب يدخلوا على جلبشهما ينحازوا للشعب كنتم فيما كنتوا تدعموا كنتوا تدعموا في العصابات كنتوا تدعموا في الاستعصاليين بالعقل ينتعكم تعالتعميم وصل الأمر حتى للناس اللي راهم نركهما معارضين من سنوات معروفين بالموقف صاروا يخوانون وصاروا يتهمون من أنهم راهم رجال تعموا خبرات أنتم أخبث من النظام رأني قلتها لكم في مداخلات سابقة أخبث أخبث من النظام لأنه راكم تقدموا في خدامات جليلة لهذه العصابات ولهذه الاستعصاليين من هو المستفيد من بعض ذرك غضوة أه شكون هو المستفيد المستفيد هو ما هذا الناس اللي راهم نركهما رايحين يوصلوا للبرلمان المستفيد هو هذا الناس اللي راهم نركهما رايحين يستمروا خطر هذا الناس را عندهم قلنا لكم ونعودوا نكرروا في كل المداخلة عندهم دولة عميقة راها تشتغل غضوة ذك هذي الناس اللي راهم رايحين هما يوصلوا للبرلمان من أول يوم انتعوا في أول يوم انتعوا مباشرة لما يلحق ثم للبرلمان يلا يلقاهم قدامه رواح الشيخ روحا وتي المكتب الفولاني رح سجل فيه على جلبه شديروك وسموه في الغتال ويلقا روحه هو من أول يوم انتعوا راها نسترقب فيه شكونا اللي اعطالهم الفرصة اعطالهم الفرصة هذي الناس اللي راهم يقاطعوا بدون طرح بديل في وقت من الأوقات انت كنت تتقاطع قال مثلا في وقت بوتفليقة كنت تتقاطع الدستور اوكي معاك لانه هو وراه ورايح قال مثلا هو يمرر هذيك انتع الوسمو انتع العهدى انتعوا اوكي وش عالية مقبولة قاطعت انتقال مثلا الانتخابات في 99 قال همارا مفوتين بوتفليقة وانت لما تروح انتتشارك بمعنى انك انترك راح انتتخدم فيهم قاطعت وانسحبت اوكي مقبولة لكن الان في ظل هذا الحراك نبقى وذرك احنا هم راهم يخدموا راهم يخدموا وراها كينا قلنا لكم ما نش نخوفوا فيكم مرات راهوا كينا كلمتعنا يتقاطع مع النسل يرون في السلطة هذي حقائق نقول لكم فيها حقائق هاو البارح تبون هارلكت نقول لكم انا بللي العصابات وكذا هاو البارح تبون نهضرها في الجزيرة اكد الكلام اللي كنا من سنوات احنا نقولو فيه لما كان هو مع بوتفليقة احنا كنا ضد بوتفليقة كنت نقول لكم انا في وقت من الوقات راهم مسجلة بالصوت وبالصورة الانسان اللي راهوا يعتقد بللي بوتفليقة راهوا يسير وبوتفليقة راهوا هو يقيل وراهوا يعزل وراهوا يعين هذا راهوا حمار متكسل في راسه كلمتها ايه راه موثق هاهو جاء تبون وقال لكم بنفسه لما كنت نقول لكم انا في بداية الحراك راهوا الجيش والشرطة والامن راهوا موجودين والحراك راه مخترق كان منكم من يقول تارك غير تقول برك هكذاك وراك انتو سموا هاهو جاء هو بنفسه اكد لكم قال لك باللي الناس خرجوا توقيف الاهداء الخامسة والجيش والامن راه موجودين خطر كيني الناس اللي راهوا داخل الحراك وكانوا همين مروا في شعارات كلها من اجل تحذير الاجواء وكنا نقول لكم راه جاءت فرصة لهذا الناس اللي راهوا لا سيما اللي هم ممش ملتخيديهم وممش متورطين مع النظام وممش متورطين مع اهل الايصابات فرصة على جل باش الناس تتوحد فرصة على جل باش الناس تتنظم فرصة على جل باش الناس تتهيكل فرصة على جل باش الناس توصل ولو الارضية مشتركة ولو الميثاق يديروا مع بعضهم على جل باش يدفعوا هذي الناس اللي راهوا منكم في الحراك غير مؤطرين وغير مهيكلين على جل باش وما يلتفوا حول هذا الميثاق ولا حول هذه الارضية ويبقى الحراكة مستمر ماذا كانوا يقولون لكم لا للتأثير لا لي كذا كين منهم اللي الآن راه موجودين على قوائم تعالى الانتخابات ولتهلكم وراموا وسجل بالصوت وبالصورة ولتهلكم من الناس اللي راه ملآن ضد الدستور ستجدونهم في القوائم تعالى الانتخابات حدث الشيء اللي قلت لكم فيه ولا لا لا من الناس اللي كانوا هما ضد الانتخابات لما ترشحت بور وقلت لكم بالليسياتي اليوم وشوفهم مرشحين حدث ولا لا لا ضبوا الروس نحن نصحو فيكم لوجه الله ماني مترشح ولا عندي أخوية مترشح وما دعيت الحتى باش ندعيكم على جل باش تنتخبوا على شخص معين تسجيلة انت عيرها موجودة كنت ولازلت على جل باش يكون مشروع وطني تتفق الناس على قوائم موحدة وقلت لكم أنا قدموا ناس هذا عنده توجه علماني وهذا توجه إسلامي وهذا توجه قلديمقراطي وهذا توجه وطني وشوفوا راعي وهذه المسائل وقدموا قوائم حتى باش غضوة فيما بعد انت تضمن الأصوات لما انت تروح تحط لي ناس واحد راح عنده كفاءة دكتور في النازة ما عنده حتى قاعدة شعبية ما يعرفوش الشعب مع حزب اللي راح من هيكل ومنظم على مستوى كل الولايات وش راح تنتظر انتين وفي ذل ناس راح تدعون المقاطعة لو كان هذل ناس اللي راح منظرك هم مقاطعين راح منظرك هم تقدموا بقوائم وحدة واستغلوا هذا الشيء اللي راح منظرك هم موجود من قوانين وراهنوا هذي راح مشي مسألة انتاء انتخابات رئاسية ولا انتخابات ولا تاعد دستور تاعد دستور راح عندك خطر كان من الناس يبلعطوا فيكم تبلعيط ما كانش حاجة وحدة اخرى تبلعيط هذا الانسان اللي هو يقول لك راح كيف كيف كالانتخابات رئاسية كالانتخابات آه كالاستفتان هذا راح يقدملك في حقيقة ما كانش ملا اراه يبلعط فيك الانتخابات الرئاسية كالكين مرشح كالكين خمسة كالكين مرشح هذي يدعو في الانتخابات الشريعية كالكين الآلاف الآلاف بالتالي إذا كان منظرك مثلا هو كين مرشح واحد راح مثلا في الانتخابات الرئاسية ما راح نناليه رايح انهم يحجدوا الأصوات بشتروح لهذاك المكان الآن الأصوات رأيها موزعة ومزربعة الدستور وش عندك عندك نعم أو لا انترك مع تعديل الدستور ولا لا لما انت تقاطع والناس تروحوا هو فيما بعد انتخبه بنعم الناس اللي انتخبوا بنعم هم اللي يفوتوا انت تقول للناس اللي يروح ينتخب راه خائن وراه كده هاي النتيجة قدامكم ها شكون نضقوا لي ولا يقولوا عليه خوانا شكون شكنا نقولوكم بتاعدوا بتاعدوا على هلك الخطاب بتاعدوا على الخطاب التفريقاء كسرتوا الحراكة ابتداءا من الولاية من البرج نهار كنتوا تدفعوا في بعض البيادق وكنتوا تقول للناس هذه البقرة انتع بن حمادي ها شوفوا من الذي حصل الان هو بن حمادي هلك ترشح في الانتخابات الشريعية وما فاتش في الولاية تلك البرج هذه ما تقولوه هاش للناس شعب ما يعرفهاش لكن اهل الولاية يعرفوها باللي راه واحد من العائلة انتع بن حمادي راه الترشح في الارندي وحتى هو ما فوتوش وروحوا وشوفوا الناس اللي كنتوا تتاهموا فيهم باللي راه مع بن حمادي واش من جهره راه ما ترشحين في قوائم حرة واهل البرج اللي راه ما يسمعوا فيها راه ما يعرفوش راني ينتكلم كنتوا تشوهوا في الناس قسمتوا الحراك لو كان تم استغلال هذه كل اللحمة الشعبية اللي كانت موجودة في الولاية تلك البرج قدمتوا قوائم موحدة في ثلاث ولا ربع قوائم لو كان الان الانتخابات الشريعية سبع مقاعد تكون من النصيب لكن الان المراهنة بلك على شخص والله اعلم ضربتوا بعضكم البعض قصرتوا بعضكم البعض من اجل خدمة عصابات الناس ما عندهم حتى علاقة بالولاية نتعكم الناس كانت عندهم اجندات كانت عندهم اهداف على حسابكم شوفوا النتجة اللي الان رقم وصلتوا لها اذا كانتم حبيتوا علاج الباش تصنعوا الفارق كل واحد في الولاية انت cardio راهنو على الناس اللي رانفهم هون منا البير المعذل الجزائري اراهنوا ،و على الناس اللي فاهمين امتم الدول العميقة راهنو اراهنوا على الناس اللي رانفهم هون الا النظام هون هذه الجهات الامر 음식ية تسعم Gö بش تبقي الجزائر تحت السيطرة راح نوع للناس اللي هما عندهم الكفاءة راح نوع للناس اللي عندهم النزاهة راح نوع للناس اللي هما وطنيين وراهم هما راحين يقدموا خدمة للبلاد راح نوع لهم ودعموهم بقى قتلكم إلا سويعات وفيما بعد الإنسان اللي راح ودرك هو ما اتعاضش فيما بعد راحو فيما بعد راحو راح يصاب باليأس ويصاب بالإحباط والله أعلم فيما بعد من تداعيات خطر كين الناس اللي هما راحو يرهنوا في مراهنات بعيدا على المصلحة تالي البلاد فيما بعد راحو راحين يجوروا راحو خدموا ناس وراهم طلعوا لظهرهم للبرلمان وراها راح تكون خيانات حني قلها لكم راحا مسجلة اليوم هاي بالتاريخ عشرة جوان 2021 راح توقع خيانات داخل هذه القوائم قال مثلا ناس يعدوك على جلبة شوما ينتخبوا على القائمة هذيك فيما بعد تلقى منتخبوا على شخص شخص معين لذلك أنا قلت لكم الآن استبقوا الأحداث اختاروا أشخاص في القوائم تفاهموا مع بعضاكم قال أرواح نتفاهموا مع بعضانا قال في الولاية المعينة شوفوا العدد الناخبين كيف شرعهم مقسمين وقال نتم في المنطقة الفلانية انتخبوا على فلان في المنطقة الفلانية انتخبوا على فلان في المنطقة الفلانية انتخبوا على فلان وتكون فيها أهد بيناتكم أما إذا كان خلطوا الأمور فيما بعد هذا الناس اللي كما قلت لكم أنا رأى عندهم كتل مضمونة رأى مرحين هم يطلعوا ويطلعوا الناس اللي معروفين بالتريشاج تهم بل حتى رأى مكينين حتى اللي رأى كانوا مرشحين في وقت سابق يعرفوا هم الانتخابات كثير منكم ويعرفوا الكولسة كثير منكم ويعرفوا التنظيم كثير منكم ويعرفوا المراقبة كثير منكم ويعرفوا الإدارة كثير منكم ويعرفوا التعامل معها كثير منكم فيما بعد ضبر رسك تحملوا المسئولية انتعكم أمام الله وأمام التاريخ رأى ننصحناكم لوجه الله ما بقات إلا سويعات إذا كان قررتوا على جلبش يكون تغيير إلى الأحسن وانتخبتوا الناس اللي هما يحافظوا على أصوات انتعكم ويحافظوا على الإرادة انتعكم ورأى مرحين هما فيما بعد ينقلوا المشاغل انتعكم والمطالب انتعكم وينقلوا الأمام انتعكم وينقلوا الأفكار اللي رأى كم تنظروا منها ينقلوها للبرلمان فيما بعد رأى مرحين يزيدوا يدفعوا إذا كانوا فوقهم ربي وقدروا على جلبش هما يوصلوا ويديروا حكومة رأى مرحين يزيدوا يمشوا قدام إذا كان خليتوا الأمور رأى كم تحملوا المسؤولية تاكم قدام ربي رأى وربي كل واحد يسؤلوا على الفعل انتعوا احنا رأى من منطلق التجارب اللي خذناها ماناش حبينكم تزيدوا تتكواوا ماناش حبينكم تزيدوا تضيعوا فرصة تاريخية ماناش حبينكم تزيدوا تبقى وتستمروا في هذا الفشل في هذه الرداءة ماناش حبينكم تعودوا تكرروا المأساة انتخبوا الناس لما يكونوا كمش وانتم أدرا وانتم أعرف في كل المناطق نتعال الوطن من غيركم كل ولاية رأى يعرفوا رجالها اختاروا الانسان اللي تشوفوه رأى ورح يقدم لكم خدمة وخدمة للبلاد اشتركوا في القناة